أهشرة قتلى في أول أيام عيد الفطر المبارك هي حصيلة حوادث المرور التي قدمتها مصالح الحماية المدنية رقم مرعب يدفع لدقي ناقص الخطر مجدداً لوضع حد لإرهاب الطرقات سجلت المدرية العامة للحماية المدنية خلال أولى أيام عيد الفطر المبارك من السنة الجارية 258 حدث مرور أصفر عن تسجيل 348 جريح وعشر فوفيات للأسف هذا بعد أن تفضلت المدرية العامة للحماية المدنية رفقة مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني وفعالية المجتمع المدني بإطلاق حملة وطنية تحسيسية كانت ممركزة على مستوى محطة البرية للنقل مشافرين بخروبة الاضطرابات والجوية الأخيرة خلفت حوادث مميتة وتسببت في غلق عديد الطرق الولائية والوطنية فيما يخص حالة شبكة الطرقات المغلقة بفعل الاضطرابات الجوية الأخيرة نطمئن جميع المواطنين بأن معظم الطرق الوطنية مفتوحة للسير مع ذا بعض المقاطع المغلقة نذكر أهمها بولاية تيزي وزو لدينا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو لبويرة على مستوى منطقة تيزين كلان بلدية إيبودرار مغلق بسبب طراكم التلوج الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي والزول بويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيد بو مهدي والآخر مغلق بفعل تراكم التلوج أما الطريق الولائي رقم 100 الرابط بين بلديتي واضية وابني دولة على مستوى قرية تاجمونت مغلق بسبب انجرافة طربة وانهيار الطريق بالرغم من الحملات التخصيصية التي تطلقها الجهات المختصة في كل مرة يواصل إرهاب الطرقات حصد المزيد من الأرواح ليحول هذه المرة فرحة الغيد إلى حزن مس عديد العائلات